إضراب ملاك شاحنة جمع القمامة بسبب تأخر تسديد مستحقاتهم حول عاصمة الولاية إلى مفرغة عمومية بعد تكدس القمامة في شتى أحياء المدينة وهو ما خلف استياء لدى ساكنة عاصمة الباهية التي تسجل أعلى مستويات للإصابة بالكورونا هذا اللي راح حشكم هنا في الزنق وقع والله هي لكاريتا دبان ناموس أمراض كتشوفوا الحالة دي جاكي راهي دائرة وهرا راحا مدأ مش عقلة بسبب اللي حشكم هي راحي لكاريتا لنها حال بكورونا ويليقي نقو بالنسبة للقمامة راهي كترت بالزافح تالي الناس والتي تفوت تقول شوالا هادو الراسو حتال على اللادفة ولكن ديروا اللادفة لعنطع اللادفة مينفدوش نقولوا الله يهديهم هادو المشاكل تعليبوا بالوقول لزوردين هادو ليجمعوا النفايات وقولش قلق ما خلصوهمش ووهر راهي حشاخوية خانزة وكاريتا وهذا من من القلة النظافة هاي كورونا زادت في ووهر كاريتا راحا في وضعي كاريتا والناموس والوسخ worldsigsح سكان الباهية نشد السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية بمعاينة الوضع وأخذ تدابير استعجالية لرفع القمامة والحفاظ على نظافة المحيط خاصة ونحن في ظروف استثنائية تستدعي مزيدا من النظافة نحن طالبوا نظافة أخويا نظافة الناس المسؤولين يشوفوا الناس المنظفين هدو يلقي يرغلوهم بروبلم تحهم ولي رسبونسبلهم على رأسها سيد الوالي ميساج للسيد الوالي يديه وهرن ببعاين الاحتبار وهرن رايخ خانزة ويشوف رايض ربط الله ويشوف اللي ببرم عمرين والناموس مسؤولين لتعمل هذه أخويا ما شفناه مش قا مشكل تأخر دفع مستحقات المؤسسات المكلفة بجمع القمامة بات يتكرر كل مرة بينما تسجل وهران أعلى نسب للإصابات بالكورونا فهل ستسارع السلطات لإيجاد حل نهائي؟